يا صباح خير عن جديد وصلنا لجولة الصحافة مع حسن صباح يسعد صباحكم وصباحكم كمان المشاهدين بجولة جديدة في أخبار الصحافة نبدأ جولة اليوم مع تقرير في موقع تلفزيون سوريا عده محمد وزمل بعنوان الموسيقى كدواء للأمراض أو لأمراض العقل والنفس في الحضارة الإسلامية استعرض فيه اعتماد معظم الحضارات القديمة على العلاج بالموسيقى في بلاد الرافدين والحضارة اليونانية والهندية والصينية والرومانية وعند الفراعنة لأن الموسيقى لها دور مهم في التعامل مع مشكلات الصحة الجسدية والعقلية والروحية واستخدمت الموسيقى في الحضارة الإسلامية كعلاج نفسي وعقلي من قبل الفرابي وبنسينة وذلك لتأثير النغمات والألحان والإيقاع على الجسد والنفس وعلى الرغم من أن العلاج بالموسيقى في عصر الحضارة الإسلامية انتهى بحلول القرن التاسع عشر إلا أنه لا يزال وثيق الصلة بنهج الطب الحديث أيام كنت عم تتعلق قبل فقرة الصحافة أن مواضينا اليوم كله إنسانية وهي تدألك حسام بموضوع جدا إنساني بالموسيقى أشعر أشعر طيب رح أشعر تماما فعلا النوسيقى أثبتت على مرة العصور أشعر الأساسي يمكن نعم أقول أساسي بين قوصين هل أبقلك ليش في علاج الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب لأنه تم اعتمادها بعد الحرب العالمية التانية في أغلب المستشفيات دخلت كعلاج كنوع من العلاج للناجين من أزمات الحرب العالمية حتى بموضوع كمان علاج الأطفال يعني دخلت بمناهج بجميع المناهج الحديثة بأوروبا وحتى بأمريكا لعلاج الأطفال أو حتى تخفيف الخوف حدد الخوف عند دخولهم للأطباء ووجودهم بأي أماكن ممكن أن تثير الرعب بس الأهم نختار نوع الموسيقى أو نعرف نوع الموسيقى اللي فعلا مو مثل الموسيقى اللي ممكن نسمع لبعض المطربين حاليا هي حسب مثل ما قال أيهم أنواع الموسيقى أو كل موسيقى حسب ما أريدت تقرير لأنواع محددة أو من معالجة الاكتئاب أو الأمراض فيستخد موفية الموسيقى مثل ما قال أيهم مثلا ما يحطوا هلأ مثلا الواحد يروح حط ساري السواس أو سارة زكريا يكون مثلا ما كنتيقى بأنه مشان يفرح يلا يضرجوا ويمشي معنا هذه بتعمل القلق وتوتر ونركز بس لا بجوز عند ناس صغيرنا أنها تكون مصدر سعادة مثلا هي مصدر سعادة هي محببة مثلا الأشخاص بس ما نراحة نفسية بس ما نراحة نفسية ما هو هيك وطمأنينة وهيك يعني ليش لما بتدبك حسام ما بترتاح نفسيا وقت شو تدبك وقت رؤوس حلبية ما برتاح ما برتاح وإلى عصرنا الحال وأخبار طالبي اللجوء في هولندا قال أحمد المحمود في تقرير بموقع تلفزيوني سوريا إن بعض سكان ورجال الأعمال في بلدة فيلسن نورد شمالي هولندا احتجوا رفضا لقرار البلدية استقبال ألف طالبي لجوء على سفينة راسية على بحر الشمال وذلك بعد أن قررت البلدية استقبالهم فيها والذي يشكل السوريون جزءا منهم وأضاف التقرير أن رجال الأعمال اعترضوا على استقبال طالبي اللجوء على متن السفينة في بحر الشمال لأنها تقع بجوار منطقة صناعية لصناعة الموانئ الثقيلة وقالت صحيفة تراو الهولندية أن رجال الأعمال لا يخشون فقط من دخول طالبي اللجوء إلى مبانيهم والتسبب في وقوع حوادث أو أضرار بل يشيرون أيضا إلى أن موقع الاستقبال ليس آمنا هذا هو المغزى أن موقع الاستقبال ما نؤمن يعني المنطقة التي يمكن أن يزيلوا عليها بعض رجال الأعمال تماما هو الاعتراض كان من مواطنين في البلدة وسكان البلدة ورجال الأعمال رجال الأعمال بعض منهم قال أنه لا يجب أن يتم وضع السفينة هنا واستقبالهم هنا خوفانين على شيئتهم خوفانين على المباني التي عندهم تتعرض لتضرر مثلا من قبل طالبي اللجوء وهي خطر عليهم أما السكان كمان ما بدون يكون ترسوا هذه السفينة بهذه القرية الموجودين فيها ويكون قريب لألون طالبي اللجوء نحن نعرف أنه في هولندا بالفترة الأخيرة صار موجة لجوء كثير كبيرة عم ينتجوا لهولندا بسبب سرعت الحصول على طلب باب الشمل مو مثل ألمانيا والسويد وباقي الدول فهذا الشيء خلى فيه كثافة من طالبي اللجوء العداد عم تصال كثير كبير عم بيستدرق أو خلينا نقول عم بجيبوا سفن وقوارب كبيرة عم بيخلوا فيها طالبي اللجوء لمدة عشرين يوم أو شهر حتى ينقلوا لمركز أولي يستقبلوا طالبات لجوء من ثم إلى المعاملة الحكومية لطلب اللجوء نحن لا ننسى كمان أنه في هولندا بالفترة الأخيرة قالت أنه ما عاد فيه طلب لمشمل لبعض سنتين بسبب العداد الكبيرة من طالبي اللجوء منهم طبعا سوريين ومنهم عراقيين ومنهم من أفغانستان وإلى الداخل السوري فرق شاب الحياة في دمشق بعد رفض مشفيين استقبله ضمن قسم الإسعاف والطوارئ من جراء تعرضه لصاقة كهربائية ونقل موقع تلفزيوني سوريا عن مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الشاب عبدالله مكية لصاقة كهربائية خلال عمله الأمر الذي دفع أصدقاءه لإسعافه على الفور إلى مشفى ضياء الخاص في شارع بغداد إلا أنه رفض استقباله وتقديم الإسعافات له بذريعة أن المشفى لا يحتوي على قسم الإسعاف ليتم تحويل المصاب إلى مشفى العربي الخاص ليرفض هو الآخر استقباله بذريعة خلوه من الطبيب المسعف عند وقوع الحادثة ليجبر المسعفون على نقل مكية إلى مشفى المواساة ليفارق الحياة لدى وصولهم إليه الله يرحمه أكيد الخبر رح يمرأه طبعا عادي بدون أي أحساس بالزم من قبل المشافي بدون محاسبهم أكيد صحيح يعني الخبر يعني ما في استقباله بحجج يمكن مثلا أنه يعني أنا عم بعد الخبر أو بحسب ما أريت بالتعليقات على الخبر أنه ليش ما استقبلوه يعني مثلا شافوا أنه شكله عامل ما خرج يدفع مصاري أنه بعد فيه كثير أنه ما فيه طبيب إسعاف ما فيه مواد إسعاف فيه نقص فيها بدون سلفة مالية لحتى يقدروا لحتى يستقبلوا يعني كثير كان فيه تحليلات لهذا الأمر بالأخير أنه يعني الوقت بين مشفى لمشفى ليطلع للمواساة ووصل للمواساة كان فيه بعد فيه روح ولكن للأسف نتيجة تأخر استقباله من قبل المشافي فارق الحياة وهي حالة من العديد من الحالات اللي عم يتعرضوا فيها كمان ما فينا كمان يعني نكون حاضين بجوز يكون فعلا ما عندهم قدرة على معالج لأنه هيك نوع من الإصابات بدون نوع من المعالج أو نوع من الأجهزة يمكن بجوز ما تكون متوفرة أنا باستغرب عن جد بكل دول العالم موضوع الإسعاف بالذات إن كان مشافي خاصة لازم يكون هذا مفتوح للجميع لأنه فيه ناس عن جد بتوقف لبما يمكن ينفتح الملف وينعطى سلفة حتى اللي بيكون معهم الأموال بيكون وصل لحالات يعني حتى بموضوع النزيف يكون وصل لحالات يمكن ما كانوا أصل لها خلال بس دقيقتين لحتى أنهم يفتحوا الملف هذا الإجراء ليش ما بتم ما بعرف وعلى إيه أساس في موضوع الإسعاف تسم الإسعاف تماما يعني بتلاقي مثلا عن جد ما أنه منطقي صحيحة مثل دول الجوار لسوريا وما بنا نقول يعني نحن الأوروبا والنظام الطبي أو الصحي في أوروبا يعني أنه سيارة الإسعاف تكون مجهزة بشكل كامل يعني لإجراء عمليات بسيطة لبين ما يصل المريض والشخص المصاب للمشفى ليتم إجراء اللازم يعني أنه أنا بوجهة نظري طبعا هي الشخصية أنه ما فيه أي مبرر لعدم استقبال شخص بين الحياة والموت أكيد فيه إسعافات أولية ليتم نقله لمشفى تاني لحتى ياخد العلاج اللازم صحيفة عنيب بلدي أعدت تقريرا بعنوان النظام يفرض التعاملات المالية الإلكترونية ببنية تحتية متهالكة أشار التقرير إلى أن حكومة النظام توجهت خلال الأشهر الماضية لفرض التعاملات المصرفية الإلكترونية عبر ربط العديد من التعاملات المالية بالحسابات البنكية المواطنون اعترضوا على هذا القرار لأنه يعرق المعاملاتهم في حين يتجاهل المعنيون هذه الاعتراضات بحجة أن التعاملات المالية الإلكترونية تسهل معاملات المواطنين في ظل غياب المؤهلات الأساسية والبرمجية وقال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبه أن السوريين يعانون من مشكلات يومية بالإنترنت والكهرباء وتعطل المواقع الإلكترونية الرسمية كما تواجهه المصارف خللا إداريا الأمر الذي دفع المؤسسات التوجه إلى حساب كاش عبر سريتيل ومتين كثير غريب فرض هذا النوع من التعاملات البنكية والمصرفية وعن طريق الإلكترون وبيحولو لك الراتب على الكارت وبتروح وتكون أغلب الماقينات تبع تصرف الساحب هي جربت أساسا يمكن قبل بفترة وشوفنا الطوابير وشي يوصل وشي ما يوصل وفي ناس يمكن ما تقبض للشهر يعني ما نفعلوها بالأول يعني هيك تواجه المصارف تكون فيه بنية تحتية كتير قوية قادرة على حمل هذا الضغط ما هنه هيك عم بيحبوا بس كيف يكركبوا الشعب يعني بتحججوا أو يعني حولوا المعاملات الورقية المعاملات المالية لمعاملات الكترونية أنه مشان يوفروا على خزينة الدولة أنه يوفروا وراء يوفروا حبر يعني يوفروا هاي الأمور البسيطة خلينا نقول مقابلة بالمصاريف اللي عم بتكون يعني من الفترة قبلتها عم السعب طبعا مصاريف عن بس المحروقات اللي عم تستخدمها السيارات التابعة للمؤسسات النظام أنه أرقام كتير كبيرة الحكومة الإلكترونية أقل الشيء بده نت قوي وكهرباء 24 ساعة وتطبيقات صح هذا أقل الشيء يعني مثلا المواقع الرسمية التابعة على حكومة النظام يا أخي عم بتم تهكيرا يعني مثلا مثل موقع القنصريات موجودة في الخارج يعني مثلا مثل بسوريا أو بدول تانية عم بيكون نفس الرابط لموقع تانية فبتعرض الأشخاص لمواطنين لمعاملات احتيال طيب إذا ما في بنية احتية ما في برمجة ما في شيء يضبط هي المواقع حتى ما يصير عمليات نصب واحتيال فأنت كيف تفرض أساسا بنية الكترونية كاملة وانت ما عندك أي شيء منه وإلى أخبار اليوتيوبرز في سوريا ألقت قوات النظام القبض على اليوتيوبر السوري فايز كنفش بتهمة النشر من دون ترخيص والإساءة بشكل غير مباشر لبعض المواطنين والرأي العام وذلك بعد نشره مقالب عتبيرت مهينة وفق ما نقل موقع سناك سوري ونشر كنفش قبل أيام على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من دمشق وصفها المتابعون بأنها مهينة للشعب السوري حيث يطلب من بعض المارة تقبيل قدم فتاة مقابل حصول على هاتف آيفون وكان كنفش قد ادعى في تصريحات سابقة لموقع أثر بريس أن الهدف من الفيديوهات الأخيرة التأكيد على أن كرامة السوري ورفضه الذل مقابل المال وتم حذف الفيديو بسبب التبليغات عليه من المتابعين وصل لهذه الغاية وصل لهذه المرحلة لا وصل لغاية أنه يثبت أنه كرامة السوري وصله قبل ما وصله لغاية أنه أبض عليه تعتبر أنه هو ساكن بسوريا موجود بسوريا هو موجود خارج سوريا ضلت ستة أو سبع سنين خارج سوريا بعدها نزل لسوريا وقال أنه سوريا من فترة نزل عم يعمل فيديوهات أنا الحقيقة ما كنت سامع فيه أبدا بس أنا عم بعد المادة فأريت عن هذا اليوتيوبر لأنه ما شاء الله صاروا كثير كثيروا عم بيتجهوا لأسليب وطرق مختلفة لحتى يقدروا يحصلوا على مشاهدات والعيكات والتنويرات وإلى آخر بس أنه جد تصل فيه تحدي أنه واحد فينا أي شخص يتخيل حاله مش يطلع له هذا اليوتيوبر يقول له أنه قبل رجل الفتاة مش هل تحصل على آيفون فردت فعل يعني صار أمر مو طبيعي صار بده ضوابط الحقيقة اليوتيوبرز عم يعملوا أصاص البعض من أول أغلب خلينا نقول يعني الأغلب الأغلبية الساحقة عم تعمل أصاص جد مو منطقية نهائية أسف الدول عم بيكونوا هنم مثال أعلى للأطفال وللقل للقلائل اللي عم بيقدموا محتوى عم بيكون هادف شو رأيك أيهم شايفك هيك أنا عم بحكي فيه أن أنت شارد حاسك أنه عازب الوضع أنه حاسيت تخيل المشهد أنه هو ما رأي شي فعلا يعني أنا عم بتخيل المشهد أنه شو طلع برأسه حتى هيك طلع بهذا المقلب تخيل حدا يقبل بعد أن يطلع مقلب مثلا مثلا كارثة يعني أو ممكن واحد ممكن يتهجم عليها أو يطربوا يأخي واحد مضطر مثلا أنا بيأخذ آيفون بيوع بشتري الناس كتير هلأ ضمن سوريا يعني عم يموتوا من الجوع فيعني شو بيكون شعوره هذا بس اليوتيوبر هو عم يزل شخص هيك إنه وين اللزة بالموضوع هذا أكيد مأمريض نفسي سادي الهدف زندما مغايا بيستلز بتعذيب الناس ما في غير قابل إنه يعطيهم شي بس الكثير يعني العالم الأشخاص رفضوا وعملوا تبليغات على الفيديو تابعوا على الفيسبوك وتم حزف في الفيديو يعني شي يعني ما يعني ما في تحديات مثلا كسر آيفون وتحديات ما بعرف ما طبيعية وبس بدون هذا كسر آيفون يصطف له هذا شي بيخصه يعني اشترك اشترك آيفون فيه عم بيشوف ابنه عم بيشوف كيف في تحدي إنه يضرب الآيفون قام ضرب له جهازه لأبو كسر له ما تخلو الأطفال عم بأثر يعني عم بأثر على الأولاد يعني عم بأثر الأطفال بشكل كتير كبير هاي كانت جولتنا لليوم بأخبار صحافة بلقاكم بأخبار جديدة جولة جديدة شكرا شكرا لكم